تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع فيها إلى سمو خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ما قليد الحكم في البلاد ونوه سموه بما تحقق خلال المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من منجزات زاخرة بالعطاء والنجاحات على مختلف الأصعدة بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله داعيا الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمؤاصلة تحقيق الخير والنماء للوطن وأبنائه الكرام في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه